بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدام احنا تعودنا ان حلقة يوم الحد دايما بنتكلم عن المحور التاني من محاور كلامنا وهي ازاي نستطيع ان احنا نتعامل مع المشكلات الزوجية اللي بتتسبب في ارتفاع نسب الطلاب والنهاردة عن اتكلم عن حاجة كتير من الناس ما بيهتموش بيها لغاية هي بالضبط عاملة زي النار اللي بتسري في الهشيم يعني ايه؟ وحدة 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 لقيت الدنيا ولعت والتهبت واصبح هناك فجوات وهناك جدر ما بين الزوجين حاجة كده بيعملوها الزوجين من غير ما يكونوا مهتمين بيها لكن في النهاية بتوصلهم الى مسارات من اسوأ المسارات انا اول معقول الكلام ده يقولوا لي اه والله يكلمنا عن الموضوع ده بالذات الموضوع ده هو ايه؟ هو العناد ما بين الزوجين العناد العناد ده افا ولا عزو بالله العناد ده هو بطر الحق وغمط الناس ان الواحد ما يديش الناس حقها ما يديش الناس حقها في الكلام ما يديش الناس حقها في التأدير ما يديش الناس حقها في ان هو يفهم كلامه مصح فالعناد ده من اخطر الاسباب اللي بتسارع في استهلاك الحياة الزوجية نحفظ تاني هناك ما يسمى باستهلاك الحياة الزوجية من اهم الحاجات اللي بتستهلك الحياة الزوجية العناد اقول لكم حاجة انا في الارشاد الزواجي لو قعدنا نقول بتجيلي كم حالة بيبقى احد الاسباب الرئيسية في المشكلات الزوجية طبعا المشكلات الزوجية ما بيجيش في مشكلة واحدة بتبقى حاجة كده عبارة عن خلية مشاكل بتخزل بعضها بعضها من اهم المشكلات المركزية اللي بتجيلي كتير العناد وخاصة في سنة أولى جواز وخاصة في سنة أولى جواز وحديث الزواج اللي هو لغاية خمس سنين ايه بقى حكاية العناد ليه الناس بتعاند بعضها اسباب العناد كتيرة بس انا اقول لكم ايه اهم اسباب العناد اللي انا جايبها من الغرفة الساخنة اللي هي غرفة الارشاد الزواجي اول حاجة بيكون العناد لاخفاء المشاعر واخفاء الغضب اللي في النفس يعني بيعندوا بعض ليه واحد زوجته اقول لكم الاسباب اللي عندنا اللي بيحصل كده واحد زوجته بتستخدم ما يسمى العلاقة الخاصة بشكل انتقامي او واحد بيستعمل المال بشكل عقابي بالنسبة للزوجة فبدل ما هم يقولوا البعض الكلام ده اللي هم زعلنين في من العلاقة الخاصة او زعلنين من الفلوس يعملوا ايه يعندوا بعض يا سلام وطبعا هم متصورين كده انه لما بيروح لخبيب من بيقاش فاه بنركن فكرة العناد ونبص للسبب الرئيسي اللي جاي من وراء العناد يبقى اول حاجة اللي جوه في الصدور المخفي انا بسميه المخفي يبقى المخفي احد اهم اسباب العناد اللي هو المخفي اللي هو ايه الغضب والخوف اللي موجود جوه الصدور هو ده اللي يعمل ايه يعمل العناد السبب التاني الاشهر هو عدم الاهتمام او عدم الاحترام او عدم التأدير وساعات بيبقى كلهم مع بعض يعني ايه واحد مش محترم حد واحد مش محترم زوجته او واحدة مش حتى زوجها على انه هو بطالها فيعنده بعض يعنده بعض ليه على كل واحد عايز يجيب حقه المسلوب فيعنده بعض الحاجة التالتة سوق الفهم حاجة التالتة سوق الفهم هي بتقول حاجة انت قصدك ان انا بخير حسبي الله نعم الوكيل طب اذا كنت انا بخير بقى طب ما فيش مصروف اه انت قصدك ان انا انسانة مش محترمة ببدا ان انا انسانة مش محترمة خلاص ما فيش ما فيش حوار بيني وبينك خلاص انا رايح الاهلي ويبتدي العناد يعمل كوارث في البيت يبقى سوق الفهم هو ما كانش قصد ان هي سيئة الخلق وقصد ان الحكاية دي بتدايقه فبلاش تعمليها هي ما كانتش قصده ان هو بخيل هي قصده بس ان مصاريف البيت زادت فسوق الفهم خلاهم يعنده بعض حاجة التالتة واذاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا ان احنا بنسمع الاخرين بنسمع الاخرين ايه بحسن الظن فلازم ان احنا بنسمع الاخرين نحسن ظننا تقول اذا ما فهمناش انما شفاء العي السؤال اللي مش فاهم يسأل سهلة انما شفاء العي السؤال اللي مش فاهمه اسأل عنه طيب الحاجة الرابعة ايه عدم الافصحة عدم الافصحة عن المشاعر والغموض عدم موجود افصحة عن المشاعر والغموض ده يخلي الطرف الاخر يفضل وراها عشان يضغط عليه عشان يطلع اللي جواه او انا عايز افهم فيفضل يضغط عليه يضغط عليه عشان يطلع اللي جواه ده سبب خفي ما بيبانش اول عند كتير من الناس بس هو احد اهم اسباب العناد السبب الاخير اللي انا ذكرته واللي انا رسدته من اهم اسباب العناد إن ما فيش إن الشخص مش بيتكلم بالحوار الداخل اللي جوا نفسه هو قاعد يهري وينكت وخاصداً ده عند الستات كتير قوي قاعد يهري وينكت ويقول كلام في نفسه في إيه اللي حصل فيبقى الشخص بيعملني وفيه صوت جواه فالصوت اللي جواه بيقوله إيه ما تسمحلوش إنه يعمل كده لأ وقفه عند حده لأ ما تسلملوش فيفضل العناد يزيد الأسباب دي كلها تخلينا نقول إن يا جماعة إحنا لازم نعرف حاجة مهمة قوي لما قعدنا نرصد أسباب العناد قلنا سألنا الناس وعملت بحث عن الناس كده هو أسباب العناد قدي إيه بيبقى العناد على مشكلة حقيقية وقدي إيه بيبقى على مشكلة تفهى تلقى نسبة العناد على المشاكل للتفهى أكبر بكتير وخاصة الناس بزادتها عند النساء ليه؟ لأن فيه رسائل مبطنة بتبقى خلف العناد يبقى العناد ده العناد ده السطار اللي بيختفي خلفه الأسباب الحقية ولذلك إحنا كمان لازم نعرف حاجة مهمة جداً إن المشكلات الزوجية لها مستويات إيه مستويات المشكلات الزوجية؟ أول مستوى من مستويات المشكلات الزوجية مستوى المشكلات العميقة الإيه؟ الدائمة زي مشكلة إيه مثلاً؟ مشكلة الدرب المتكرر والإيه؟ والخيانة المتكررة واحد على طول على طول على طول واحد على طول واحد على طول بيدرب بيدرب واحد على طول مش قادرة تمتنع عنده يبقى المشكلات العميقة الدائمة وفيه المشكلة السطحية العابرة اللي هي مشكلة إيه؟ مختلفين على تنظيف البيت اختلفنا على تنظيف البيت ونجيب حد يساعدنا ولا محدش يساعد وفيه مشكلات عميقة عابرة زي إيه مثلاً؟ زي مشكلة إنه هو خان متاب زي مشكلة إنه هي مثلاً أسائت التعامل وتلفزها مش مناسبة فيه وفي أهله وتكلمت عن بعض الحاجات اللي بتوجعه وبتقلمه ده أنواع المشكلات مستويات المشكلات ده بقى هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا عشان نقدر نوصف العناد قدي إيه بيبقى عميق وقدي إيه بيبقى سطح لازم نعرف إن العناد عند الأزواج بيحصل في بداية الحياة الزوجية لما بيكون كل طرف عاوز يفرط سيطرته ويكسب أرضه كأنه في معركة وكل واحد فيهم خايف يتهزم مصرعة مين اللي هيكسب بإيه بالنقاط أو مين اللي هيكسب ويوصل إلى إيه؟ ويوصل إلى حد إنه هو الضربة القاضية فيبقى كالطرف الأضعف اللي هو يعاني بعد كده ويداس عليه بعض العلاقات بتصل لحد حد نسميه الحالة الحجرية أو ساعت بيسموا الدماغ حتى عند الأطفال يسموه الرأس المتحجر أنا بسميها العلاقة الزوجية المتحجرة يعني إيه العلاقة الزوجية المتحجرة؟ إحنا عبارة عن استضام صخرتين ببعض وده بيحصل لما المفاهيم تكون مغلوطة في الجواز وتتحول مسألة الندية اللي ممكن تدفع الناس إلى الشغف مش إلى الندية إلى العدائية يبقوا عداء مش أنداد ويوصل عدم التفاهم لدرجة إن كل واحد فيهم بيفكر وفي جزيرة تانية ومن بيقاش فيهم منهم مشترك وتتحول المسائل الإجرائية اليومية إلى مسائل كلها قنابل موقوتة وتتحول إلى ونحط كل مشكلة على القيم يعني إيه؟ ما أنا مش معقولة يعني أنا البيت ده وأصل فيه إن هو يبقى جميل إيه القبح اللي إحنا فيه ده؟ تقول له إيه القبح ده؟ شايفها أستاذة؟ يروح حاطت صباحة على الطريق إيه القبح اللي فيه ده؟ إيه القبح اللي إحنا فيه ده؟ فيحسر أفوارة بقى ومع الأفوارة دي كل الكلام بقى العناد يطلع كل ده الزوج يقول له زوجته ما تخرجيش من غير إذن مثلا فتحاول مسألة إلى مسألة قيامية أنت فاكر نيجاريا ده والراجل بس عايز يعرف أن تروح رايحة فين عشان يرتب مجيئه وتعوده مع بعض وما قلكيش أن أنت جاري ومش بيتحكم فيك ده هو عايزك بس تعرفيه ورايحة فين لأنه هو ممكن يجي معاك أو ممكن يجي ياخذك وتبقى المسألة تكبر قوي رغم أنه ممكن يبقى عايز يقعدوا مع بعض أكتر وممكن يعمل لها تفضيلات يخليهم أحسن أنهم يعودوا مع بعض ومن هنا يحصل بقى العند هخرج ومش هتأخرج ومش هتقدر تمنعني الأفوارة من أسوأ السمات اللي بتحصل ما بين الزوجين ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أول دواء من أدواء أول دواء لمسألة العناد وهو إيه تشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع السيدة عائشة إزاي وهي فلسفة التغاضي فلسفة التغاضي وفلسفة التغاضي ده أول جزء في فن لازم يتعلمه الأزواج اللي هو فن إيه فن التسهيل والتبسيط فن التسهيل والتبسيط هو فن لازم يتعلمه الزوجين عشان المشكلة لما تكون سطحية وعابرة تعدي وحتى لما تكون المشكلة عميقة ومش متكررة برضو عنا تغاضي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها السيدة عائشة على عندكم من طعام لا يا رسول الله إلا حاصل إذن إني صائم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وهو حضرة النبي قعد وسط الصحابة تكسر صفحة السيدة إيه السيدة حفصة حضرة النبي يقول غارة أمكم ومواردش في الحديث أنه هو عقبها ولهو صلى الله عليه وسلم فاضل فكرها ده عمر حضرة النبي ما ورد عنه أبدا أنه وقعد يفكر حد من زوجاته بيعمل تيه من المشكلات خالص ومن أسباب بقى حالة العناد لما يكونش فيه تغاضي أن الطرفين بيكونوا مش مدركين يعني إيه جواز أصلا ومش عارفين المفروض يكونوا بيتعاملوا مع بعض إزاي يعني ما عندهمش هذا الفن اللي هو فن التبسيط لأنهم ما تأهلوش قبل الجواز زي مثلا الست تيجي نزلة فجوزها يقول لها أنت رايحة فين تقول له نزلة فيقول لها فين فتبقى مش فهمة هو ليه بيسألها هو بيسألك عشان أنت حبيبته مش بيسألك علشان هو عايز يخنقك ولا يحبسك أنا ليه بكرر المثال ده لأن المثال ده من أشهر أمثلة العناد فعشان كده لازم إحنا نفهم ده ولا الزوج الزوج تقول له أنت هتخرج النهاردة مع أصحابك آه في حاجة آه في حاجة تقول له آه أنا بسألك بس يقول له بتسألي ليه وتقول له أنا زوجتك بسألك يعني قال له أنت فاكرة أنه أنت هتسيطر عليها أنت فاكرة أنه أنت هتعمليني جوز الست ويبتدوا إيه هذا العناد بقى أمال أنت تجوزتني ليه إذا كنت أنت مش عايز تقعد معاه آه أنا تجوزتك آه بس مش بتجوزتك عشان أنت حبسي تحبسيني وتنتهكي خصوصيتي ويبتد بقى الكلام الكبير يظهر وعشان كده إحنا لازم نبتعد عن هذا الكلام نبتعد عن هذا الكلام ده إزاي بقى ده شيء مهم جدا 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 في مسألة العناد أنا هقول لكم شوية حاجات ممكن نبتعد بيها عن هذا كل المسائل دي اللي العناد ما بيتولدش أبدا من حد إيه من حد متزن أول حاجة التغاضي الأريحي يقول لك كان سيدنا الإمام علي سيدة فاطمة توصفه على أنه كان في البيت زي السعلب يعني إيه زي السعلب مغمض عينيه وبرة زي الإيه زي الفهد لكن بقى جوه زي إيه نعم مغمضي متغاضي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا التغاضي في كل خلقه صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أنس خدمت رسول الله عشر سنين لم يقل لشيء فعلته ليما فعلته أو لشيء تركته ليما تركته حتى فكرين حديث لما حضرت النبي قال للسيدة عائشة قال لها كنت لك يا أبي زرع اللي أمي زرع فمن وسط أفصافه مزرع بيقول فبجحني حتى تبجحت يعني إيه تجاوز عني حتى أحسست إننا شخص عظيم جليل هو ده كبروا أهل بيتكم بالتغاضي وما تكسرهمش بالوقوف على الوحدة الووف على الوحدة ما تخليش الإنسان يعرف يتغاضي الأمر الثاني والمهم اتعودوا من دلوقتي تعالوا نعمل كده من النهار ده اتكلموا مع بعض نص ساعة عن المستقبل والسعادة خلوا الكلام رايح جاي الكلام إما يكون رايح جاي والناس بتتكلم عن حاجة فيها شغفها وفيها حبها الكلام يسهل وأنا شايف إن الحوار الإيجابي يدخل في قولي تعالى وقولوا للناس حسن وشايفوا أنه يدخل كمان في قوله صلى الله عليه وسلم واللقمة ترفع إلى فيه زوجتك صدقة وإنصاتك أنا بقى داوة بقى لباوة وإنصاتك لزوجتك صدقة وتفهم زوجتك صدقة إيه الحاجة التالتة؟ لو سمحتم توقفوا الحاجات اللي تلاقي نفسك بتقولك هي أصدها توقفوا واسألها عن أصدها لما نفسك تقولك هو دا هو بينغزك توقفي واسأليه يبقى نرجع إلى فكرة الأشياء اللي نفسنا بتتحرك وتقول لنا نتوقف فيها ونروح لسأله ونسأله ونعمل إيه؟ ونصدقه عشان نتجنب كثيرا من الظن يبقى أول حاجة نتغاضى تاني حاجة نتحاور تالت حاجة نسأل إذا ما كناش فاهمين رابع حاجة وده شيء مهم جدا جدا في العينات لازم وإحنا بنتكلم مع بعض لازم في كل حوار نخرج بشيء مشترك طب إحنا مش عارفين نتكلم مع بعض لازم نتعود لإن موضوع الكلام بيبقى موضوع مخيف ومقلق أول ما نجي نتكلم هيطلع كل النار مرة واحدة يبقى إيه اللي حاصل؟ لما نتكلم عن المستقبل والسعادة وأنا بحذر حضراتكم لما تيجوا تتحوروا بلاش كلام في الماضي الماضي عشناه بنتعلم منه اللي يخلينا أحسن مش بنفضل محتفظين بسواده ومحتفظين بجروحه وألامه ونحاسب الآخرين عليه آخر حاجة أنا شايف إن إحنا لو عملناها هيخف عندنا العينات جدا جدا إن بعض الأشياء اللي فيها خلاص الناس اتجاوزت نحن نتكلم على التأهيل قبل الجواز لازم نتأهل قبل الجواز طب إذا ما تكون ناش متأهلين قبل الجواز وبكلم المتزوجين في بعض الحاجات محتاجين نستشير فيها خبير زي إيه؟ واحدة بتعاند لإن هي عندها ترومة خايفة خايفة إن هي لو استسلمت للسلطة لإنها كان بتتعذب وكان بتتأذي من أبوها أو بتتأذي من أمها فهي عندها بتكره السلطة فهي مش قادرة خالص فده محتاج استشارة واحد تاني شايف إن الستات لو أنت سلمت لهم هياخدوك وراهم ويضيعوك لأنه تخدع من امرأة قبل كده يبقى إيه اللي يحصل محتاجين استشارة ومحتاجين إن إحنا نستعين بدا وساعتها يجونا على مركز الإرشاد الزواج في دور الإفتار المصرية ونتعامل معاهم ونتكلم إزاي الناس تتحاور مع بع بتوافق يوصل للسعادة لأن إحنا محتاجين نقلل للعناد لأن العناد والعياذ بالله بيورس الجفى وبيورس البعاد وكمان بيخلي الناس تنسى ما ينزل عليهم من عند الله من الأمداد يا رب جعنا نستطيع أن نخرج من عنادنا لما وعدتنا به من مودة ورحمة إذا أحسننا وإذا تعشرنا بالمعروف اللهم عشرة بالمعروف تفتح لنا كل لطف يا رؤوف يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر